اهلا بحضراتكم في احوالنا في احوالنا النهاردة بالناقش عنوان مهم جدا جدا وخطير في حياتنا لما بتنتشر الشائعات الشائعات وخطورة الشائعات انواع الشائعات التي تنتشر في حياتنا وبعد كده يحصل نوع من التضليل نوع من تزوير الوعي اللي بيهدم مجتمعات واللي بيحصل في اشكال كتير في مجتمعات متنوعة ومكتلفة على مستوى انحاء العالم بتبدأ بشائعة كيف نقف لهذه الشائعات كيف نصل الى وعي حقيقي لا يستقبل هذه الشائعات ولكن يقف دائما بالتعريف بالحقائق اسمحوا لي ألقي بكل هذه التساؤلات على صاحب الفضلس الدكتور مجد عشور المستشار العلمي لفضيلة المفتي في هذه الحلقة لنعرف كيف نواجه ونتصدى بهذه الشائعات مولانا أهلا بفضيلتكم أهلا وسلم يعني الشائعة حينما تنتشر وانت تعرف فضلتك ان الكتبة تبدأ صغيرة وكل واحد ياخدها بقى يتكبر عنده وتكبر من عنده حتى تبدو ككرة الثلج كبيرة جدا ما هي الشائعات ما أنواعها كيف نتصدى له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ونولا يعني الشائعات حضرتك بداية نقول هي الكذب وزيادة الكذب وزيادة الشائعات تدخل تحت قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وان الرجل لا يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاب يعني ايه الشائع بقى او الاشاعة بالالف كده او اشاعة الخبر الكاذب اشاعةه اشاعة نشره ايه نشره نشره ووزعه وبثه بين الناس ايه هو الخبر الشائع ده او الذي اشيع وخبر مجهول المصدر تقول كده خبر كاذب لا تعلم له قائل خبر يراد منه التفريق بين الناس خبر يراد به استقرار النفوس والمجتمعات اختلال النفوس والمجتمعات مش استقرار اختلال زعزعة الاستقرار زعزعة النسيج وده اللي هيخلي التعبير القرآني يسميه او يدخل تحته الارجاف شوف الارض لما ترجف تحته كده جامد القرآن سمى هذا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة مرجفون شوف يعني ايه بيرجفه الارض تحته من الكاذب من الشائعات من الخبر الكاذب من محبة ان ينتشر الامر يعني بين الناس في غير مصلحتهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا جزاهم ايه ملعونين اينما ثقفوا وجدوا قتلوا وقتلوا تقتيلا فهنا اخذوا وقتلوا تقتيلا فهنا بنقول ان هو يعني ادي الشائعات وذي يكفي ان هي داخلة في دائرة النفاق يبقى الشائعة عشان ابسط بس المسائل قدام الناس تيجي كده ودي الحرب كلما انتشرت ادوات التواصل الاجتماعي او ادوات التواصل مطلقة بين الناس كلما كانت ادعى لنشر الشائعات ليه والحرب اللي موجودة الوقت كلها شائعات غالبا اين لم تكن حرب بالمدفع والطيارة قدامك كده ايه حرب شائعات دي ادى من ادوات حرب الجيل الرابع اه اللي بيقولوا عليه بل ان حرب الشائعات تجهز مصرح العمليات طبع كما يقولون طبع ودي زمان كانت تستخدم اللي هي بيسموها الخداع خطة الخداع بس دا حجبها وخبال حضرتك دي في دوائر الحرب في دوائر الضيقة الحرب خدعة خدعة كما قال السيدنا صلى الله عليه وسلم وضيقة وعلى الجبهة ولمصلحة الوطن ايوه شو بقى بتبقى ضد العدو انما الشائع الان بتطلق ضد مصلحة الوطن وساعدت تروج عن طريق بعض ابناء الوطن سواء بقصد منهم او بغير قصد تبقى في الامور واضحة ويجي اخرين يضللوا الناس عن وضوحوا حق هذا الموضوع نعم فلذلك ودي مشكلة كبيرة يعني ينبغي وهنتكلم ازاي نعالج هذا الامر بس ازاي بنقص اللي بينشر الشائعات ده حكم ايه انها يدخل في دائرة يتحرى الكذب في ناس بتتلقى في الشائعة وبتحبها وتستهويها تروح نشرها على طول لمثيرة احنا ليس عندنا اثارة احنا عندنا انارة واستنارة عندنا محاولة استقرار النفوس واستقرار المجتمعات وهو ده الانسان الساوي ده ديانة انما الانسان اللي ضد الوطن ضد ابناء الشعب ضد المجتمع ضد النفوس هو اللي يحب الاثارة فيثير بهذه الشائعات ويفرح جدا عندما يرى خبرا كاذبا ولا يتحرى ويحاولش ان هو مثلا يعني يتثبت الخبر ده صح ولا لا ينشر مباشرة طب ده القوة يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ بنبأ فتبينوا وقالوا فاسق هنا خرج مخرج الغالب يعني ايه تمال اللي بينئل الخبر كده واشتغل في النائب فاسق بس حتى لو هو مش فاسق شو بقى خرج مخرج الغالب يعني ايه غالب اللي بينئل كده ممكن يكون عنده فسق شوية فسق يعني ايه لا يتحرى مهم مش مصلحة الوطن مهم مش ازيتك مش مشكلة بس في ناس مش فاسقة وممكن يستخدمون في هذا الامر هو مش فاسق في الاصل بس استخدم فقال القرآن يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ليه ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين شوف هنا النادمين ليه شوف ختم الاية مهمت بالبلد كده ما انت نشرتها ومش عافت لامها انت نشر الخبر حليني بقى عبل ما تصحح الخبر لما تنفيب هم قالوا تقريبا كل خبر كاذب اشيع واذيع حتى تصححه تحتاج الى خمسين خبر صحيح حتى يعني تزيل من الزهنية ما ركز فيها من هذا الخبر الكاذب يعني شوف مجهود قدامه وقدي ايه يبقى خبر كاذب عاوز تعمل اصاده خمسين خبر صادق ضد هذا الكاذب عشان تصحح من تشر من الكاذب ومن الشائعات ايه المجهود اللي بنعمله ده ايه المصاريف اللي هنصرف من الشائعات بتستنزف طاقات واموال بتستنزف قيم وده اهم شي يبقى تستنزف قيما بتخلي خلاص القيم بتقل وده اللي احنا بنعاني منه الان يبقى حيث ما وجدت انتشار الشائعات فاعلم بان هذا المجتمع او هذه الفئة او هؤلاء الناس قد قلت قيمهم الاخلاق بتاعتهم قالت ليه ما عملش بالقال القراءة فتبينوا فتثبتوا قبل ان تذيع هذا الخبر قبل ان تنقل هذا الخبر فقال فتصيبوا قوما بجهالة وانت مش عارف حتى تشب بجهالة ليه لانك عملت لايك او شيرت عملت مشاركة لهذا الخبر احنا لسه نتكلم عن التفاصيل دي مولانا اه فشوف يعني حضرتك الامر بيمشي ازاي فاحنا بنقول بس في الاول يعني الخبر بقى اللي هو الكاذب اللي هو غير معلوم المصدر اللي هو غير متسبت منه الذي يراد به التفريق بين الناس واشاعة الاثارة والفوضى والقلق والاضطراب في البجتمعات واللي اعداء الوطن واعداء الانسانية يريدون اشاعتها فالأمر يعني كم يكلف من يريد من يريد اشعال الحرائق بعود ثقب صغير ولكن ما التكاليف التي نتحملها لإطفاء هذه الحرائق هذا هو تشبيه للشائعة ايوه يبقى عود كابريت وهي يرميكت بس العود الكابريت ده يكلفه حاجة خالص انتشر في الهشيم انتشر في الاش انتشر في هي حاجة والعزو بالله ونيران هاد بقى بعد كده من اللي هيطفي وبعد ما يطفي يوجد خسائر طبعا بعد ما طفه كمان شوف ولذلك في علم في علم الاعلام أو في العلم الادارة والاعلام الخبر الكاذب بيحتاج خمسين خبر صادق وبعضهم المية حتى تصحح الوضع ويرجع على ما كان عليه الارض بيضة شوف تعمل ايه بيضاء يعني فانت ده مرهق متعب طبعا لذلك القرآن جي محدد في بعض الايات التي سنقولها عن الشائعات ونشر الشائعات وهنشوف عقابه عند ربنا ايه طب اسمح لي دكتور مجدي معي لأستاذ غادة على التليفون استاذ غادة اهلا بيك طيب معي تصال تاني يا استاذ عمر ايوة فضل يا سيد عمر اهلا بيك يا فانت اتكلم دكتور مجدي عشر وصباح فضل دكتور مجدي مع حضرتك اتفضل انا عندي عاقف ريلا وبصلي عليها صلوات قديمة بصليها ايوة صلوات قديمة فائتة اه صلي بقى علاها صلوات قديمة كنت عمل حكس قطيها عندي طب السؤال يعني عايز توديها ازاي حاضر بصلي بقى الفرد اللي هو الفرد اللي موجود عليها اللي مش عليها بصليها حاضر طيب بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي يعني خلينا نقف قبالة اشكال عملية بتحصل اشكال بتضر بتضلل بتزيف الوعي بتزور على الناس وتغبش على الناس في حياتنا ادوات بنستخدمها النهاردة السوشيال ميديا بنستخدمه الصحافة الالكترونية الحيات كتيرة اوي 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 بقى كل واحد بيعمل موقع ممكن من خلاله الاف المواقع بتبث اخبار كاذبة كيف نقف كيف نفهم نتفهم هذا العالم الافتراضي الذي اصبح اصبح اكثر تأثيرا من العالم الواقعي الذي نعيشه طيب انا بس عاوز اقول اني شريعتنا مبنية على عدة امور وقيم ومبادئ منها التثبت من المعلومة لابد من التثبت وبعد التثبت مبنية على السدر ومبنية على حفظ الاعراض والعرض هنا مش معناه العملية فقط يعني العرض من ناحية الزنا والفاحش لا لا المحافظة على قرامة الانسان محافظة على قرامة الانسان تصور كده حضرتك لو واحد ب احنا بنقول اوعى تقع في عرض انسان انا عاوز بقى فقه الدولة عن استخدره الوقت فقه الدولة اتقع في عرض انسان هذا له اسم عظيم اثم وذنب عظيم عند الله عز وجل ما بالك بقى لو انت عملت شائعة وهذه الشائعة تتعرض لام وامان وكرامة ووحدة مجتمع دولة الانسان هياخد اثم ادي ايه لذلك لما جيه في القرآن ما بينش ان اللي بيشيع بياخد عذاب عظيم لا ده اللي هو بيتلقى في الشائعة وعوز ينشرها وبيحبها ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون ده مش بيشيع الفاحشة لا يحبون ان تشيع شوف ربز يحبون اه يحبون يبقى بيحب ان هو ايه يعمل لايك يحب ان هو يعمل تشير يحب ان هو ينشر بين الناس ويردد هذا الكلام اه يحب ان هو يخش على الواتس ويوديها للجروب كله وكذا انت بتتلكك وبتحب كده طب ده اللي ربنا بيقول ده له عذاب قليم في الدنيا والاخيرة ده اللي بيحب اما اللي بيشيع يعمل ايه اللي بيشيع بقى هذه الاشياء وينشرها بيعمل هو جزاء عند الله عز وجل قدي ايه ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حدسة الافك لما حصلت وده مهم نعرفه حصلت حدسة الافك اللي هم اتهموا السيدة عائشة في كرامتها ام المؤمنين الصديقة بنته الصديق رضي الله عنها اه ف لما اتهموا في قرامتها عايح صليب وشوف القرآن بيقول ايه خلينا اخذ اتصار التليفونية قبل الفاصل ونرجع لتكملة هذه الحكاية المهمة جدا الحقية في حياتنا السيدة غادة اهلا بيك اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي السيدة غادة لو سمحت انها كنت عايز اسأل بس عم الشيخ على حاجة كده لتخص يعني والدي متوفي اه تفضلي فان اه فانا كنت عايزة بس اخويا مسافر بقاله اثناشر سنة برا ودلوقتي بابا متوفي بقاله شهرين واحنا مش عارفين نقوله لان في حق يعني هو تجوز هناك برا يعني تجوز اتنين فدخلوه السجن فسجنوه يعني فانا دلوقتي عايزة بس مش عارفين نقوله فانا خايف اقوله ينصدم يعني مش عارف هم الرأي حضرتك ان انا اقوله ولا ما وهو مازال مسجون ولا خرج من السجن لا هو مازال يعني فضله شهر ويطلع اها او ع السنة الجديدة يعني زي ما بيقول فانا دلوقتي مش عارفين نقوله وبيسأل على بابا على طول طب الدهول طب هو فان فاحنا مش عارفين نجاوب عليه بسراحة طب تشكرك شكرا جزيلا السجادة يعني اخذ اتصالات الباقية قبل هذا الفاصل اللي سنخرج اليه الان ام كريم اهلا بيكي السلام علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي ام كريم لو سمحت كرسان طيبين الاول انت بصحة والسلامة فضلي لو سمحت انا دراتي عزة طلق من جودي نعم عشان انا عزة طلق من جودي ايوة عشان ناخد المعزة بتاع ابويا عشان او ما بيشتغلش بش عايز استعال انا مع الزغيرة بش عايز اتصيبهم يعني فاعمل كده ولا لا عشان انا مستحرامة يعني اعمل كده حاضر زوجك ما بيشتغلش خالص سوزليلة اهلا بيكي زليلة ممكن تخلي ايوة فضلي يا سوزلي حضرتك معانا على الهوة اتفضلي يا فندم ممكن اكلم الدكتور ماجد دكتور ماجد مع حضرتك يا فندم اتفضلي فايت اولا احب اقول له احنا اه الف 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 وشك بنشكر حضرتك بالعلم هو الوحيد اللي قدر يجمعنا كلنا وخلانا نلتف حوالي صناص الناس بس كلية رجاء ياريت يرجع يعني عايزين برامج خفيفة ده ومضة ايمانية دقيقة فقهية سؤال واجدة سفراء الكرآن زيما كان حسن السجل بيقولها كان البرنامج ده جميل اوى اوى ياريت يرجع تاني بس على توسع كنا عايزين برضو المعلومات القيمة ان هو كان بيقولها بابين كل برنامج وبرنامج عن الشهور دي كانت برضو ايه بربط من السفاج انه عايز يستهل المثال اللي بخش في قلوبنا على طول حاضر بشكرك سوزة ليلى على هذه المتابعة الجيدة لقناة الناس وهذه المقترحات الاجمل من حضرتك فاصل ونعود اليكم ابقوا معنا هنا حديث من واقع الخيال وهنا خبر كاذب اما هنا فحكايات واسرار غير حقيقية لم تحدث كل هذه الحالات تشكل الشيعات والاكذيب التي تمثل خطرا كبيرا يهدد استقرار المجتمع وتختلف طرق التعامل معها بين الافراد بمقدار مصدقيتها ازاي بتتعامل مع الشيعات اللي بتظهر من وقت الاخر؟ بحاول اتأكد من مصدر المعلومة الاول بأكاة بشوف فهل المعلومة دي منطقية الاول او ادرس ادقها وغير منطقية من التقصر الحقائق والله ما بتعملش معها مسلا بسدقاش اذا كنت منها ابدأ اتكلم فيها غير كده ما بطلنش بيها يعني مش اي حاجة عن صدقها الشيعات اساسا مش مصدقة انا بالاول لازم اتأكد الاول من صحة الاشاعة دي وبعدك هتعمل معي هدف من ورا كل ده الفساد او التدمير لا وغاليا ما بتجهلها يعني رأي كيف من يطلقونا الشيعات بين الناس وضللين ناس مش كويسة طبعا الاشاعة دي حاجة طبعا بتضر الناس بنسبة كبيرة جدا ناس فاضية دول اساسا الناس ضلين دول الناس بتضلل الناس وما ينفعش خلص نتابعهم ابدا اللي طبعا لما انا اتأكد بقى بتخلف القانون وبتخلف تعليم الدين ممكن نوصفهم ان هم مضللين او ممكن ممكن الناس منهم تكون مرضى عمتا يعني اللي هو بيروق حاجة وعشان الناس تصدقها تعمل مشكلة للاخر ايه اخطر انواع الشيعات من وجهة نظرك نال بتقدس فتنة بين الناس ايه الشيعات اللي بتوبها خاصة بالأعراض اللي خاصة بالعمل خاصة بأهلك في بيتك اغا ببلدك بأي شي انا بنزل لك مشجع وكورة فبا اسمها شيعات كثير في الكورة فحاجة طبعا بتبقى مع الصواني بتبقى حاجة مش حقيقية مثلا بتطلع على لعبة وحاجة كده بتبقى مش حقيقية تلبنات والأعراض واللي بينزل على الفيس والكلام دوت اخطر انواع الشيعات الفيسبوك كده تواصل الاجتماعي عمو الشيعات اللي بتبقى على الأعراض يعني الشيعات ذات الرأي العام الشيعات اللي بتخرب البلد تعد الشيعات وسيلة لخرق وحدة البيت الواحد وحل الروابط الوجدانية بين الأهل وكثيرة هي البيوت التي هدمت بسببها والسؤال هنا كيف نتعامل مع الشائعات اهلا بحضراتكم مرة اخرى واقدم خالص التحية لزمير رب محمد على هذه الاحترافية العالية في تقديم هذا التقرير الدكتور مجدي حقيقة بدءا من تفاصيل بسيطة في حياتنا بمساكنة بالموبايل لحوارات بين اثنين لمجتمع يتحلق حول بعض الناس الذين يمشعون فيهم هذه الاخبار او هذه الاخبار الكاذبة كانت تقرير شاملا حتى في اسئلة مولانا طبعا نشكره على هذا التقرير بالفعل لانه بدأ كمان القطاع المهتبلي الشباب الذي يتفاعل مع السوشيال ميديا او الادوات التواصل الاجتماعي وايضا يعني عندنا بدأنا وبين بقى الموبايلات وممسوكة وقعد مع صحبي ومجهولنا بالموبايل مهتم او سايب صحبي يعني كاني بتلقف امري مهم عشان كده سايب صحبي وبكلموش وطبعا ده وهم كمان الشباب طبعا اللي جموا وتسألوا عندهم وعي كامل كبير بعضهم اتكلم عن الشئعات المتعلقة بالاعراض وده اكترهم وبعضهم راح متكلم زي نقول الشئعات المتعلقة بالدولة بهدمه بهدم الاوطان بهدم المجتمع وده اللي احنا بنعاني منه دلوقتي ما الذي يشي شئعات تهدم الاوطان ده سهل جدا يعمل ويفعل او يسعى في اشاعة الشئعات التي تهدم البيوت وتهدم الدور وتهدم الاعراض ليه اصلي اذا هدمته الوطن فلا عرض ولا ارض ولا انسان ولا كرامة لان الوطن معناه حفظ هذه الكرامات كلها كرامة الانسان كرامة الافراد كرامة الاسعى عرضها ملها كل حاجة ده اللي بيحفظه يعني وعاء الحفاظ على المقاصد الشرعية الكلية اليدين والنفس والعقل والملك والعرض وكل ده الوعاء بتاعه يحفظ فيه هو الوطن يعني بلا وطن لا تتحقق هناك مقاصد للشريع اللي هي غاية الغاية طبعا سو السيد معي على التليفون سو السيد اهلا بيك سيد الخير يا فندي يا اهلا وسهلا يا فندي فلس سيد عادي او اكلم فضلت الشيخ والله فضلت دكتور مجدي مع حضرتك يا سو السيد فضل يا فندي عندي ابني عندي واحد وعشرين سنة راح يجامل وعد صاحبه الساعة ثمانية الصبح وركبه خمسة في العربية والعربين جلبت مرتين على الطريق ونزل طلعه هو بس متوفي من العربية بس بطنه مش كان في اوماية ولا حاجة والدكتور في المستشف بقول سكت جلبية هل هو شهيد ام شهيد او مش شهيد حاضر يا سيدي رحمه الله رحمة واسعة وكتب الله له اجر شهيد ان شاء الله فضلت دكتور مجدي هيبشرك ان شاء الله يا سيدي معي تصل تليفوني تاني طيب ارجع لي ما توقفنا عنده قبل الفاصل والقصة الحقيقة في حياتنا سيدة عائشة وهذه القصص التي من واقعيتها الشديدة وكيف نفقه هذه السيرة في قصة الافك لما حصل واشاع على ستينة السيدة عائشة رضي الله وانا انها اتهموها بالفاحشة مع رجل اسمه صفوان ابن المعطل من الصحابة هو رجل نزيه ونظيف وهي كل النزاهة والشرف فلما عملوا كده وبعض المنافقين بقى اشاعوا هذا الامر طب حالشي الخطر حتى سيدنا النبي نحاول نعم لا اشاعوا هذا الامر لحد ما نزل وسيدنا النبي طبعا يعني اغتم غما كبيرا بهذا الامر دي لانه يمس عرضه واهل بيته وهو النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذي المدة لحد ما نزل القرآن عشان يعلمنا ان احنا لا نتهم اهل بيتنا في اعراضهم او اعراضهن نحافظ بعد ما حكى الموضوع ده كأن الناس كانت مستختارة هينا عملية كبيرة كده ما في الاول بقولها تلحق تلمها ما كانت عفش تلمها الناس مستعجبة ايه اللي حصل وانتشرت كده ليه فجي القرآن في نهايات ايات قصة الافك في سلطة النور وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم انت فاكروا امر كده هادوس لايك على البتاع دي هشير واخدها كده وديه حتة تانية بسيطة انا ما استكلفتش عاجة بس ده لو ادى الى تعريض الاعراض والبلاد والعباد للخطر او الايزاء يبقى يخش وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وده يخش في حاجات كتير زي ما قلنا بقى في صفات ايه ما احنا عارفين صفات المنافقين اللي على فكرة واللي بيعمل كده بنخاف عليه من صفات النفاق العملية اذا حدث كذب اه اذا حدث كذب او كذب اه ليه ادي بيتكلم طيب بخلي بالك مش الكاذب هو الذي يكذب فقط لا ولكن الكاذب هو الذي يكذب ومن ينقل الكذب وينشوه هو ده كذب ايضا ليه عنده اقرار ينقل الكذب انما لما انت تتمحص وتفحص هذه الاشياء عندما تتبين وتتثبت هنا انت بتحاول ان تبعد هذه الشبهات وهتبين ده غلط لا ليه هو ليه احنا دلوقتي في السوشيال ميديا همنا النشر بنجري ننشر كتيل ليه مع ان زمان ما كانش فيه نشر ولا غيره وكان المجتمع احسن واخلاقا من الان بدون نشر حاجته ولا موجود السوشيال ميديا ولا غيره لما زادت السوشيال ميديا ودوات التواصل والتقدم لم نستخدمهم التستخدام الصحيح فزادت اطوات التواصل والتكنولوجيا وقلت الاخلاق ليه لاننا بقى سهل بالنسبة ننشر الشائعات ندمر القيم وده اللي احنا بنحاول نحافظ عليه ونحرس عليه معايير السوشيال سامي على التليفون السوشيال سامي اهلا بيك اهلا بيك يا اهلا وسهلا فضالي يا فن اهلا بحضرتك اقول لها اتعايز اتقال بس الدكتور مجدي عن السنة يعني وانا بصلي السنة لو انا نسيت يعني حاجة ممكن بصلي برضو سكتتين السه ولا في السنة لا مفيش الكلام ده مفيش ان انا اقول تصلي سكتتين السه ولا كده في السنة او قيام الليل مثلا حاضر يا فن حاضر يا فن بشكرك شكرا جزيلا استاذ امال اهلا بيك طب استاذ اتهاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا استاذ اتهاني اتفضلي يا فن اساها تنزي外 حضرتك اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضلي يا فن والله انا بتكلم بخصوص ال الا الو اتفضلي يا فن سمعين حضرتي الفعلا انا بتكلم بخصوص الشائعات وال المادة بتكلم فيها في برناج اه واصعب الشائعات اللي قابلتنا بقى في الفاترة بتاك السوشيال ميديا دي trabaja من ابني اللي في الجامعة جاي بيوريني اه مشت بالصوت لحد من كبراء العلماء في الدين يعني أنا بتباحهم والأستاذ حسن تمان هو عارفهم كان الموضوع الحلقة أصلا بتكلم عن الطهارة إننا متابعة جدا كان هو بتكلم عن موضوع الطهارة وأنا كنت متابعة وعارف الحلقة يعني كنت عارف الموضوع من أول وآخر أنا كنت عارف الصالح فهو جاي لي بيقول لي أنت بتحذي فلان بوسي بيقول إيه إن اللي بيشرب شمبانيا ومض مضبوء ويصلي عادي ده حلال ده كلام يتقال ولا حاسيش في جيبه ده كلام يتقال فدي حاجات خطيرة والأكتر منها وطبعا حضرتك رديتي عليه على طول قلت له يا ابني أنا اتفرجت على الحلقة وشفت السياق الكامل أيوة قلت له مبتزئين حاجات ومعارضينها علشان إنت تتشوش وغيرك 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 إنت مش متابعين لكن أنا برضو لازم يكون للعلماء الكبار اللي إحنا بنجلهم طبعا وإحنا أتاس ديننا وكده إن المفروض يكون فيه مباحث النت دلوقت ده الحاجات دي تقتل لأن أنا شرحت الابن فيه أم تانية ما بتبعش ما بتبعش بشعار فات صحيح صحيح فده اللي أنا كنت عايزة نبع عليه وبشكر الدكتور ما بدي كتير وأنا يعني يعني سعيدة جدا أنا بسمعه سعداء بحضرتك ويمكن حضرتك عطيتي ملمح مهمة جدا ياريت كلنا نقض في الاعتبار فكرة الاكتزاء والاقطاع من التسجيلات ومن الحلقات ومن يعني المشاهد اللي إحنا بنشوفها أحيانا لترويج عكس الحقائق معايا اتصال تاني قالو السيدة إيمان أهلا بيكي أيها أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فندي متفضلي فندي زيك أستاذ حد أهلا وسهلا فندي متفضلي عايزة أكلم الدكتور مجد عشاء الدكتور مجد مع حضرتي فندي متفضلي السلام عليك الدكتور وعليكم الصحب أولا يعني أسألك الدعاء لإني مارضة جدا فبسألك الدعاء دي أول حقا تاني حاجة كنت حيز ده سأل شوية اسئلة من القرآن. ممكن؟ لا. اه. 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 حاضر برضو في القرآن زي الكفل أنا مش عارفة مين زي الكفل نعم لحس إنه هو ما اتذكرش كتير في القرآن زي سيدنا أبراهيم وصيدنا حاضر وكد حاضر برضو زي الكفل ده مين وإحنا بنشكرك يا سيدة إيمان وأهلا بكل تساؤلاتك عبر الحلقات القادمة إن شاء الله للتساؤلات أو لما يقف أمامك من استشكال في فهم بعض الأمور فأهلا بيك وفاصل ونعود إليكم ابقوا معنا أهلا بحضراتكم نقول لنا خليني أقص على أرض الواقع الواقع الذي يشهد بأن هذا البلد يبنى يرتفع بناؤه أن هذا البلد يخطو خطوات عملاقة ناحية المستقبل وكل ما يحدث هو في صالح هذا البلد وفي صالح البلاد والعباد يأتي مرون الإشاعات يأتي المرجفون يأتي المضللون لإشاعة عكس الحقيقة ليشيعوا هذا التزوير والتغييد يعني ما حكما يفعل ذلك كيف نفهم دائما وهناك داخل يعني مركز دعم اتخاذ القرار مركز المعروف دعم اتخاذ القرار ورئيس مجلس الوزراء يرسل هذه الشائعات ويرد عليها أول بأول وألاف الشائعات كيف نقف الحيلولة دون أن تصل هذه الشائعات إلى عقول الناس طبعا إحنا الأول بنتكلم عن خطورة هذه الشائعات المتعلقة بالمجتمع خاصة إذا كان مجتمعا في مرحلة بناء وخاصة إذا كان مجتمع يواجه تحديات من الداخل ومن الخارج فإوعد كون أنت أداء مساعدة لأدوات الهدم في الخارج أو في الداخل من أعداء أنفسهم ليه؟ إحنا ما تكلمنا عن واحد يشيع عن واحد أو عن وحدة شيء غير صحيح وينشره بين الناس ده ربنا قال عليه لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة يعني ربنا مش هيسبهم كمون ممكن يقول لهم عذاب أليم ويسكت إنما مش معنى في إشاعة الفحشة وحب إشاعة الفحشة نص العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة قال لك لأني أنا عاوز أبكته في حال حياته ووريره عقابه بعينيه قبل أن يموت ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ ليه؟ لأنه هدم بيوتاً ممكن يكون هدم بيت أسرة أو هدم شخص فما بدنا إحنا بنتكلم بقى عن فقه دولة ده عاوز يهدم دولة زي المتطرفين المتشددين زي الفكر الإرهابي اللي عاوزين قاعدين فقط حاجات إلكترونية موجودة عمالين قاعدين شائعات زي ما حالك سمعت كده يكتازئوا أشياء أو ياخدوا خبر غير صحيح وينشروا ليه؟ أقول لك خلينا ننشر هم مع بالما يكذبوا يكون عملنا بلبلة في المجتمع لا ويهدموا الرموز في عقول الشباب آه يبا عملنا وهدموا الرموز في لا ويعملوا بلبلة حضرتك وليس من شأن العاقل فضلا عن الذي يتكلم بالدين أن يحدث بلبلة عند إنسان فما بالك بالمجتمع كله صحيح ما فيش عاقل بيحب البلبلة آبدا ده بالعكس شغلة الإنسان العاقل الحكيم المتدين إنه يوئد البلبلة لا ينشر البلبلة يساعد على استقرار النفسي للشخص اللي قدامه فده دي طبعا حاجات متمنهاجة ومعاولة كده فبندعوا الشباب وندعوا كل إنسان ايه وعطان شر هذه الأشياء قبل أن تتأكد منها سيدنا عمر بن الخطاب حضرتك شوف عشان الرموز بقى شوف محافظة عن الرموز لما جيه في معركة أحد وخلي بالك مشكلة الشائعات ونشرها أو ونشرها مشكلتها في إيه إن النفس والشيطان بيلعبوا فيها الاتنين مش النفس بس لا والشيطان كمان يبا الشيطان والنفس الاتنين بيحبوا هذا الأمر عند الإنسان غير الساوي المزوء الكذاب اللي عاوزين نشر الشائعة فجيه الشيطان راح طالع راح مطلع شائعة في غزوة أحد والمسلمون في حالة انكماش إن محمدا قد قتل شائعة شائعة كبيرة رمز الدولة كلها ورمز الأمة ورمز العالمين قتل فانتشرت في الجيش جيش المسلمين فزعلوا جيش سيدنا النبي قتل فكلهم طبعا النحية المعنوية هتنزل شوف والشيطان هو الذي كان يروج هذا عشان أقول لمرتكب الشائعة أو لمن يعني ينشر الشائعة خلي بالك أن تقارينك شيطان الشيطان هو اللي بيسوءك وبيجورك والمؤمن مش كده طيب ليه لأنت بعيد عن ذكر الله ومن عندنا هنا لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يبين إن الذكر يبعي ويبعي كل هذا طيب ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له الشيطان نقيد له الشيطان فهو له قرين يقول له هجيبك كده وهجيبك كده حصل إيه بقى عشان نقول إن إحنا نبدل هذه الشائعة حصل إيه عشان نبدل هذه الشائعات فدل كده وكده رح قايم الشجاع سيدنا أمر رح قايم وقال خسئتم إن رسول الله حي لم يقتل رح قاطع مادة الشائعات ونشر الشائعات مباشرة اللي إحنا بنقول عليه إيه بقى الخبر يخرج وعلى طول يكذب هذا الأمر كله مباشرة اللي هو إيه التوثيق اللي هو إظهار الحقيقة إظهار الحقيقة والحقائق هذا الأمر إظهار الحقيقة إبراز المعلومات هذه الأشياء خاصة ضد هذه الشائعات في وقتها أول ما يحصل تخرج على طول أي جهة معنية تخرجوا لا دا الأمر على كذا وكذا وكذا يبقى الخبرين هيجوا متسوقين وكلما كانوا متسوقين الناس خلاص يعني متزامنين على طول ما فيش فرق ما فيش وقت بينهم وإيه الشاطرة الشائعة الفرق بين انتشار الشائعات وعدم انتشارها هو الزمن اللي بين الخبر الكاذب أو الشائعات والرد على هذا الخبر الشاطر اللي يلحق أول ما تنزل الشائعه يرد عليها على طول عايزينه تسمح لنجيب على ساتة السادة المشاهدين معاله سوزانا ديا يا سوزانا ديا أهلا بيكي سوزانا ديا طيب حتى تعود لت يا سوز عبد الرحمن أهلا بيك آه يا عبد الرحمن آه إزاي يا دكتور يا أهلا يا عبد الرحمن مولانا معاك يا عبد الرحمن اتفضل آه عمري بس يا عبد الرحمن خلي بابا وممو يوطلك التلفزيون واسمعنا من التلفزيون طيب أنا عايزة الدكتور المجدي يقول لي عن دعاء النجاح حاضر تبسنا كام يا عبد الرحمن أنا ستة ستة ابتدائي حاضر بس عايزينك تذكر كويس يعني ها هيدئي لك وتذكر فمهاني أهلا بيكي دعاء النجاح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا مهاني إزاك يا أستاذ حاسم أهلا وسهلا يا مهاني تفضلي إزاي الشيخ رمضاء إزاي الشيخ مجدي تفضلي يا فن عمل إيه الله يخليه تفضلي يا فن بقول لي حضرتك إيه أنا ما باجي أصلي عندي فوركي بعض يعني أصلي ركعتين كويس وبعد كده أفضل أتحرك واروح واجي واروح وات وقوم وعوض ده إيه في الصلاة حرام ولا حلاب عندك حركة كتيرة في الصلاة بعد أول ركعتين بعد ما بصلي ركعتين على طول بقيت الصلاة كده طيب حضرت حاضر يا فن حاضر يا فن لو كانت بغير عزر يبقى استغفاره مع قضاء لو كانت بعزر يبقى قضاء فنقضي الصلاة بمنتهى ليسر والسهولة ما عندي ناس صعوبة في أي حاجة علينا إذن إحنا نصلي مع كل صلاة صلاة أقل حك خاصة إذا كان تركنا سنين كتير الصلاة يبقى كل صلاة طيب الصلاة بتاعد دلوقتي يجتهي وأصلي الضهري في الجامعة صلي الضهري في الجامعة وبعد كده صلي صلاة من العليك طيب أنا صليت سنة الضهري اللي في الأول وفيه وقت صلي ضهري من العليك قبل الضهري بتاعد دلوقتي يعمل كده جميل لو فيه وقت المهم ده دين وعزينا قضي فينبغي بل يجب أن نحرس على قضاء هذه الفوائد بالطريقة الميسرة ولكن ننوي أننا نريد قضاء هذه الصلاة حتى إذا جاء وعد الله أو أجل الله يبقى إنت نويت ومن كان عليه دين ونوى أن يسده سد الله عنه أخويا مسافر دلوقتي نعمل معي هو مسجون هناك وفضله شهره ويطلع أهبوه ما يتنقلون نبلغه إزاي لا ما نبلغش ولا حاجة عشان ما يباش هم على هم بعد ما يخرج يبطل ما يصله شهره ويطلع بعد ما يطلع من الشهر ويرتح شوية كده لأن إبلاغه ما فيهوش كسير فائدة الآن يعني مش هينزل المحتاجينه دلوقتي فهيعمل حاجة لا فبعد ما يخرج ربنا يعافيه وفك كربه ويرتح بسيط كده ونبلغه بهذا الأمر ولا شيء في هذا من أجل مصلحته زوجي لا يعمل وأريد أن أطلق نفسي منه لكي أحصل على ما يعاش أبويا دي مشكلة لأنها يعني فيها مشكلة على الست نفسي ليه؟ المسألة عشان نوضحها إن هي هتطلق منه طلاق رسمي عشان لازم الرسميات فهتقدم شهادة أو إشهادة الطلاق للجهة المعاشات إن هي بقيت مطلقة فلازم ترجع للمعاش بتاع أبوها وأبوها معاشه كبير أو صغير عشان الزوج معوش فلوس طيب وبعد كده هتضرب عقد عرفي عشان تتجاوز الزوج ده وما أشهرتوش ده كده بند مفتاح للزوج يلعب بينا للست دي مفتاح للزوج آه هاخد فلوس بتاع والدي وكله ودي شكلها رسمي كده مفتاحش حاجة من ناحية القانون ليه؟ هيطلقت رسمي فيها بعض الاحتيال بس الاحتيال ده الخوف الكبير فيه من الزوج آه من الزوج على الزوجة إن هو ممكن يقطع الورقة وإنت مش بتاع وهكذا أو مش هيصرف على الأولاد وصرف أنت أو هنشجعه إن هو ما بيشتغلش لو مش عاوز يشتغل يبقى حاجة كتير بدل ما نقول الأحسن نعمل يبقى نقول له ده ننزل دور على شوك انزل شوفه خاصة أنه متزوج وبقى الوقت فلازم يشوف شغل وانزل يا إخوانا الشغل موجود ولكن طبعا كتير وفين الشغل ده والله الشغل موجود ولكن بالنية الصالحة والبحث ابحث وهتلاقي ولكن وإحنا بنبحث نخلص لله عاوزين نبحث في مجالنا أو في مجال غير مجالنا نستطيع أن نسد فيه لحد ما الدنيا تنظبت أكتر ونلاقي المجال بتاعنا متاح مش عيب ده شرف لأن العيب ألا أنفق على أولادي هو ده العيب وأعود والأصل ما في الشغل فإحنا مش عاوزين نشجع من يتكاسلون ولا يعملون بهذه الطريقة سوزة ليلة شكر الله لها وندو لها الله بكل خير بتقول يعني بتشكر ما يتم تقديمه في القناة وبتقترح بعض الأمور فضلت الدكتور طبعا بنشكر أجازك الله خيرا وشفاك الله وعفاك وبرك الله فيك وطبعا كل هذا ما يحدث في قناة الناس إنه يرجع للقائمين على قناة الناس وعلى كل عامل في قناة الناس من أكبر واحد الذي يساعدنا في عمل الشاي والذي يساعدنا في كذا كله فريق واحد ومفيش حد كده ولا كده فبنشكر حتى كمان يعني مش مستنيين إن حد يعني يدعم القناة ولا غيره في هذا الوقت كده يعني حاجة صدقة لله عز وجل وصدقة ليست لشخص وإنما هي لنفع أو لعموم النفع للناس جميعا وده شيء جميل نشكر على القائمين على قناة الناس في هذا وكل من يعمل في قناة الناس طيب دلوقتي ابني مات في حد السيارة عنده 21 سنة دلوقتي هل يكتب شهيدا عند الله سبحانه وتعالى؟ إحنا سيدنا النبي سعى سلم وضح لنا قال الأول ربنا يبرد قلبك ويصبرك على وفاته وموته واعلم بأن أجله محدود وكل واحد ليه أجل يعيش من يعيش أقل أكتر هيروح ويروح فإحنا بيقول بس عاوزك تقطر من الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون طبعا سيدنا بيقال إيه؟ سيدنا بيقال يا إحنا في كل حاجة بصراحة يعني مفيش بعد كده سيدنا اللي بيسندنا زي ما إحنا بيقول فجي قال الذي يقع عليه الحائط شهيد أو الهدم ماشي كده وحيطة وإيه طب نزامنه كتفيه سيارات واحد خبطته عربية ولو الزنب في حاجة شهيد بنص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعيش له درجة شهادة طب هو في العربية ولو الزنب وحصل كده إن شاء الله يكون شهيد وهكذا المهم مش كده بس برد قلبك إن شاء الله يكون له درجة الشهادة وفي نفس الوقت تدعيله كتير وإنت تحمد ربنا وتسترجع حتى تكون دائما مع الله فيكون الله عز وجل فيكون الله عز وجل دائما معك بالصبر والرضا ودائما مع ابنك بالمغفرة والرضا صلاة السنة هل لها سجد سهو إذا سهون فيها؟ صلاة السنة كصلاة الفريدة في الأركان يعني قراءة الفتحة رقن في صلاة الفريدة ورقن في صلاة النافلة الركوع رقن وهنا السجود الجلسة بين السجدتين وهكذا أركان هي الأركان فإذا نسيتوا شيئا في صلاة الفريدة يعني هنا بنسجوا السجدتين لسهوا قبل التسليل أيضا في السنة نفس الحكاية شأنها شأن صلاة الفريدة في هذه الأمور تماما لأن دي صلاة ودي صلاة طيب نروح للأستاذة إيمان الأستاذة هاني وبتكلم مع ابنها الحوالة دي قام بينها وبين ابنها في تصدر الشائعة اللي هو ابنها جاي يقول لها شوف يحصل إيه يا ابن دي أنا شايف الحلقة وشايف كل الحقيقة فبتقول إزاي الموضوع ده ينتشر إزاي نتصدر كل هذه الشائعات بالسيدة الفاضلة عملته الشيء الجميل ده إن هي مدركة ووعية للواقع فلما جيب ابنها حفظت ابنها من الشائعة ويطلع على فكرة دي الحلقة دي الحتة دي مقصوصة وفي ناس استخدمتها فقطعت نص الكلام ولا تقربوا الصلاة ورحت قالوا ولا تقربوا الصلاة فين وأنتم سكارة ما فيش وأنتم سكارة يبقى جاء القبر ناهي عن الصلاة ده شأن الإرجاف والشائعات وابتزاز المجتمعات ومحاوات البلبلة وهدم الرموز وهدم الرموز وكل هذه الأشياء هي دي شأنهم هذا الأمر إنهم يكتزئوا النصوص ولا تقربوا الصلاة ويسيبوا أنتم سكارة ييجي في حتة زي دي يروح أصيصة ومشير الحتة اللي تعمل إثارة وبلبلة هيروح من ربنا فين أنا مش عايف ده ويجي واحد يقول لك ده متدين أو تبع الجماعة الفلانية أي جماعة فلانية وأنت تخالف أبجديات الدين وأبجديات القيم وأبجديات الإنسانية كلها يعني اللي بيعمل كده أنا شاف أنه ليس إنساناً في هذا الأمر لأن الإنسان سوي ويخاف على أخيه الإنسان ما بالك إذا كان مجتمع ما بالك إذا كان رمز كبير وهذه الأشياء يمكننا دائماً علينا أن نقول وعليكم أن تتقولوا آه فهي نقول الحقيقة وأنتم تتقولوا الكذب آه فهي بالطريقة دي حافظت ابنها فلزيك عاوزين زيادة الوعي عملت له نوع من التثبت يا ابن تثبت الأول وتأكد قبل ما تنشر الحاجات دي ومتاخدش من الأولاد دولاً معلومة حتى لو أصحابك إنت خدش تأكد ده سهل جداً التأكد إيه هو؟ أبعت للشخص نفسه اللي معمول عنه كده أبعت للجهة المسؤولة أبعت للمؤسسة المعنية بهذا الأمر عيونها ده ما فيش حاجة من كده ولا أي حاجة وهيتسبته وإذا الشغل المؤسسي فقا؟ الشغل المؤسسي لا يقوم على الشائعات وإنما يقوم على الحقائق والمعلومات العذاب الأدنى والعذاب الأكبر آه نحن نتوقع نتها بس عزين فيما تبقى بالطوال معدودة لما جات في في سورة السجدة اللي هو يعني فلنزيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر يبقى العذاب الأدنى هنا ولا نزيقنهم العذاب الأدنى قالوا عذاب القبر خلاص وبعضهم قال هو النكد في الحياة الدنيا لبقى أنه في نكد في ديق في النفس متدايق يبقى ولكن المأثور أن العذاب الأدنى هنا عدم الراحة في القبر نعم وعذاب الأكبر طبعا اللي هو يوم القيامة إن الله لا يحب الفارحين إن الله لا يحب الفارحين قيلت في سياق قارون لأن قارون فرح أو فرحة وشايف نفسه أن أرض تهدي معلك يأدي عنده فلوس وعنده المفاتيح يعني لو حملها أولو العصبة من الرجال ما يقضروش فسيدنا موسى يقول له لا تفرح إن الله لا يحب الفارحين العلماء لما قالوا كلمة الفارحين وتطلق كده يبقى فرح يسموه فرح أشر وبطر يعني إيه غرور وكبر واستعلاء وإنما تفرح عادي حصل حاجة حلو أفرح طبعا تفرح خلاص يبقى سيدنا النبي أسكنت جات في القرآن كده قول إيه يقول لما بيقول سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ده بيأمرك إن أنت تفرح بس تفرح بالحاجة الحلوة بفضل الله يعني أعد الأمر إلى ربك تفرح بالحاجة الحلوة إنما الحاجة السيئة أو الفرح في غرور وبطش أو استعلاء عن الناس هو ده اللي منهي عنه ذي الكفل ذو الكفل نبي من الأنبياء لم يأتي عنه كثيرا ولكن ورد بعضه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القصص الأنبياء وذكر في القرآن طبعا فبعض الأنبياء جاءوا على وجه الإجمال من ضمنهم سيدنا ذو الكفل رضي عليه السلام طيب عبداللحم يقول الدعاء عشان أنجح الدعاء عشان تنجح بالإضافة أنه يزاكل وده أهم حاجة نسأل الله عز وجل أن نجح أبناء أنا وبناتنا في جميع المراحل ما قبل التعليم الجميع وفي التعليم الجميع وما بعد التعليم الجميع في الدراسات الأولية نسأل الله عز وجل أن يسددهم ويسدد يعني أفقارهم وأبنانهم وقلوبهم عندما يكتبون أقلمهم إحنا ندعي النفسين يا عبدالرحمن وإنت جميل كده في سنة ستة وتسأل السؤال الحلو ده وتتصبين فتدعي ربنا تقوله يا رب نجحني خلاص وندعي يعني لما ربنا سبحانه وتعالى سيد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ندعو ساعة الامتحان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن الصعبة إذا شئت سهلها على طول تحل بإذن الله بس يكون لك يقين ويكون مذكرين طيب عند السيدة الكريمة بتحرك كتير في الصلاة بعد الركعتين إحنا بنقول أول يكون في طبيب يعالي كذلك الحالة أي لو الطبيب حيقول لها حيقول لها صل الركعتين وانت وقفها لو الحالة زي كده وقال لها مثلا الركعتين تنسلهم وانت قاعدة خلاص تعمل كده فأنا بقول لها لو كان الحالة دي بعد مراجعة الطبيب فإحنا بقول لها خلاص الحركة البسيطة دي غزب نعيك طالما شيء لا إرادة مخوش حاك إنما لو الطبيب قال لها عضي في الركعتين التانية فلازم نستشير ونراجع الطبيب في هذا الأرض فضلوا سيد دكتور مجد عشور المستشار العامل لفضيلة المفتي شكر الله لك ودائما نلتقي على هذا الخير المهم أقتروا الشائعات بنشر صحيح المعلومات هي دي الورشة نعم بشكرك شكرا جزيلا شكر الله لك دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء